مشاهدين دلوقتي هنسيب حضرتكم مع مجاز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضلي دينا شكرا لك بسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينج مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة طاقة الاستيعابية ورفع كفاءة بنيته التحتية وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال جاء ذلك خلال اجتماع قضاه الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطرق والكبر والمشروعات الإنشائية والمعمرية إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح المتحدث أنه تم استعراض كذلك عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى والموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة وجهود تطوير البنية الأساسية بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ كوب 27 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها رئاسيا ببدء دراسات خاصة بالسياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسمة الجديدة وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة للسياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية إلى أن هناك تكلفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم وشدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى مع تلافي أي سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي القوات الأمنية بضفط النفس والتعامل الإنساني مع المتظاهرين المعتصمين في البرلمان كما طالب القادمي في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي بحماية المقارات الحكومية والبنانية التحتية ومنع استخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الدخان من جانبها أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش في خدمة الشعب وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة أكدت خلية الأعلام الأمنية بالعراق أن الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها في جميع الظروف والأوقات أثبتت ولائها المطلق للعراق والمؤسسة العسكرية وأنها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن فقط وأوضحت تاخلية الأعلام الأمني في بيان لها أنها لا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد ومن جانبه أعلن الجيش العراقي أن مسؤوليته حماية المحتجين والصفارات بالمنطقة الخضراء أعلنت روسي أن هجوما بطائرة بدون طيار على مقر أصولها في البحر الأسود في سيباستوبول في شب جزيرة القرم أدى إلى إصابة ستة أشخاص وقال حاكم سيباستوبول أن كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي ألغيت لأسباب أمنية دعيا سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم إذا أمكن وأعنى سلطات مستوى تأهب أصفر أي متوسط للتحذير من هاجمات بعد الهجوم أرجعت حكومة كوزوفو تنفيذ قرار يلزم أصرب في شمال البلاد بالتقدم بطلب للحصول على لوحات ترخيص سيارات صادرة عن مؤسسة برشتينا وذلك بسبب التواطر بين الشرطة والمجتمعات المحلية التي أقامت حواجز على الطرق وقررت الحكومة في كوزوفو أنه اعتبارا من الأول من أغسطس يتعين على جميع مواطني سربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحيم الإذن بالدخول وبعد 14 عاما من إعلان كوزوفو استقلالها عن سربيا مازل نحو 50 ألف صربية يعيشون في شمال البلاد يستخدمون لوحات المعدنية والوثائق الصربية رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة برشتينا ختام مجزء التاسع فاصل نوض لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر